موسيقى أقول موقف رائع من أيوب والد صلاح الدين يدل بين قوسين ظاهرا على الحكمة وتقدير مصلحة الإسلام وتقديمها على الأنى والمصالح الشخصية وهو موقف ظاهر في الإخلاص والطاعة لولي الأمر وولي النعم لقد عبر تعبيرا رائعا عن هذا بقوله ونحن مماليكه ونوابه فيها فإن أراد عزلك سمعنا وأطعنا دال أي المقطع دال أقول لكن هل صمد ويصمد كلام أيوب السابق وما هي نسبة صدقه وواقعيته الجواب بكل وضوح يأتي من أيوب نفسه فبعد أن خلى بصلاح الدين أيوب الأب فبعد أن خلى بابنه صلاح الدين فبعد أن خلى بصلاح الدين كشف له واقع ما يريد قال ابن الأثير فلما خلى به أيوب قال له بأي عقل فعلت هذا وبخ الآن وبخ صلاح الدين لماذا وبخ ابنه يقول له بأي عقل فعلت هذا أما تعلم أن نور الدين إذا سمع عزمنا على منعه ومحاربته أو سمع عزمنا على منعه ومحاربته أما تعلم أن نور الدين إذا سمع عزمنا على منعه ومحاربته أو سمع عزمنا على منعه ومحاربته يقول ماذا سيفعل بنا جعلنا أهم الوجوه إليه وحينئذ إذن سيتوجه إلينا يقول له وحينئذ لا تقوى به وأما الآن إذا بلغه ما جرى وأما الآن إذا بلغه ما جرى وطاعتنا له بلغ طاعتنا له وبلغ له ما جرى تركنا واشتغل بغيرنا والأقدار تعمل عملها هل انتهى كلام الأيب؟ لا التفت جيداً التفت جيداً يقول هو والله لو أراد نور الدين ولي الأمر السلطان صاحب النعمة يقول هذا هو السيد الذي كان يملك هؤلاء ماذا يقول الأيوب؟ يقول هو والله لو أراد نور الدين قصبة من قصب السكر لقاتلته أنا عليها حتى أمنعه أو أقتل هذا هو الملك هذه السلطة لكن لاحظ ما هذه الحنكة ما هذه القدرة على الاحتيال كيف صدقه؟ كيف صدقتم؟ كيف صدقنا بهذا الإخلاص والموقف أمام الأبناء والأحفاد؟ لاحظ يحذر حتى من من؟ هو قد أخلص لهم ومن عائلته ومن ذويه ومن أبنائه ومن أحفاده مع هذا قال بذلك الكلام وصرح بذلك الكلام الذي كشف عن الإخلاص لكنه عندما خلا بصلاح الدين قال لو أراد نور الدين قصبة من قصب السكر قصبة قصبة يقول لقاتلته أنا عليها حتى أمنعه أو أقتل لاحظ كيف أنه يقسم على أنه سيقاتل وليه الشرعي وولي نعمته ولو على قصبة من قصب السكر ويمود دونها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال ابن الأثير ففعل صلاح الدين ما أشار أيوب به فترك نور الدين قصده واشتغل بغيره فكان الأمر كما ظنه أيوب فتوفي نور الدين ولم يقصده وملك صلاح الدين البلاد وكان هذا من أحسن الآراء وأجودها أقول هنا لا أدري ماذا يقصد ابن الأثير بقوله وكان هذا من أحسن الآراء وأجودها فهل تقييمه هذا بلحاظ النتيجة التي حصلت صدفة بمشيئة الله تعالى فلم تحصل مواجهة بين نور الدين وصلاح الدين ولكن لا يكون تقييم الأمور بالنتائج التي تترتب صدفة بمشيئة الله فلو فرضنا أن نور الدين أرسل فعلا على صلاح الدين بالقدوم إليه فهنا سيمتنع صلاح الدين وسيتحرك إليه نور الدين بجيشه إلى مصر وسيكون القتال الأكيد الشديد حتى الموت لأنهم أقسموا أن يقاتلوا على قصب بن قصب السكر فكيف على كل البلاد والعباد والملك والسلطان ولو للموت لكانت المواجهة بينهما حتمية من حيث أن نور الدين كان عازما على غزو وفتح كل البلدان حتى يصل مصر بالشام فستتم المواجهة مع صلاح الدين حتما فهل سيختلف التقييم حينئذ عند ابن الأثير فلا يكون ذلك من أحسن الآراء وأجودها سيخن النور فاقي إنهم يتبع من أحسن الآراء سيكون İyi سيكون 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 شكرا